نفتح نقاشا حول هذه التطورات في الأخبار الليلة مع ضيوفنا لهذا المساء في السيديو هنا البحث السياسي ربيع داندشلي من بيروت الكاتب الصحفي حنة صالح ومن العاصمة اللبنانية أيضا الكاتب السياسي ردوان عقيل مساء الخير لكم ضيوفي الكرام أهلا بكم معنا في الأخبار الليلة السيد حنة رح أبدأ مع حضرتك اليوم شفنا مشهد لافت بالبرلمان أولا مر موضوع التمديد بكل سلاسة أكيد موضوع النصاب مر بكل سلاسة وكذلك أيضا دعوة الانتخاب الرئيس مع دعوة السفراء ما يعني أنه فعليا يبدو أنه الأمر تم توافق عليه هل غيرت الحرب الإسرائيلية كل هذه الأمور؟ مساء الخير أستاذي لارا مساء الخير للضيوف واللمشاهدين نحن في وضع مهزوم الحرب الإسرائيلية رتبت على لبنان خسائر فلاكية بشرا وعمرانا وحجرا ينبغي الإسراع للخروج من هذه الدوامة لكن الرئيس نبيه برري على مهله لماذا التاسع من يناير؟ لماذا لا يكون التاسع من ديسمبر؟ نحن أمام آلية التنفيذ للهدنة قالت عشر مرات على الحكومة اللبنانية على الحكومة على الحكومة على الحكومة وليس لدينا حكومة نحن بأمس الحاجة لإعادة تكوين السلطة اليوم قبل الغد وليس في 9 يناير وبعدها التكليف ويتأخر لا نعلم كم يوم لتشكيل حكومة نحن بحاجة لحكومة لكي تقود عملية كبيرة مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجته ووفق الآلية الموضوعة لأنه يمكن أن يفسح في المجال لللبنانيين لاستعادة دولتهم ولوضع البلد على سكة التعافي كل تأخير يدمر هذه الأمكانية ويفتح الباب على الرياح العاتية والصعبة بتقديري نحن بحاجة إلى رئيس شخص طبيعي نعم يعتمد الدستور مقتنع متمسك بالسيادة والاستقلال لأن من مرة لم يتمسك لا بالسيادة ولا بالاستقلال متفاهم لحجم الكارثة التي عيشها البلد بس شو يعني أي شخصية اليوم مطلوبة؟ يعني شخصية أمنية مثلا قائد الجيش بها الحالة أو أي شخصية؟ ما يشعب البلد أن قائد الجيش هو الشخص الأكثر حظا لكن أنا لست بالموقع النيابي لأتحدث عن مواصفات الشعب اللبناني يريد رئيسي الآن يحافظ على السيادة يحافظ فعلا على الاستقلال متفاهم لحجم الكارثة التي يمر بها البلد متفاهم لأن البلد مهزوم ومدمر ولذلك مطلوب حكومة من خارج الصندوق مطلوب حكومة من خارج نظام المحاصصة الذي يدمر البلد مطلوب حكومة تمثل اللبنانيين لنسأل أستاذ ردوان عقيل بداية هل حضرتك أيضا توافق الأستاذ حنة بفعليا شكل الشخصية المطلوبة لرئاسة الجمهورية وحتى كذلك شكل الحكومة خاصة بحسب كلامه البلد مهزوم هل حضرتك تعتقد ذلك أيضا؟ أنا ألتقي مع الجزء الأخير مما قاله الأستاذ حنة في هذا الخصوص نريد رئيسا حقيقيا طبيعيا يلبي طموحات أكثرية الشعب اللبناني يعني ما في حدا يقدر يوصل مئة في المئة لكن بالنسبة إلى تحديد الرئيس نبي برري في التاسع من العام المقبل شهر واحد هذا أمر جيد هذا نتيجة حصول اتصالات بين الكتل النيابية نحن لا نقدم على تعيين مدير عام أو رئيس مصلحة في وزارة هناك رئيس جمهورية تعقد عليه كل الأمال هذا موعد تحديد هذه الجلسة كان محل ترحيب عند كل القوى السياسية حتى عند الجهات التي لا تلتقي مع الرئيس نبي برري على مستوى القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو مجموعة من النواب التغيريين وقبل أقل من ساعة في الاتصال الذي حصل بين الرئيس مكرون وبين الرئيس برري بحسب معلوماتي كان تلقى رئيس نبي برري كل التأييد من الرئيس الفرنسي لبل أن اليوم بدله بالتحية عندما يقول الرئيس برري فعلا فرنسا هي أمنا الحنون وهذا ما نقلته عنه وكتبته اليوم في النهار لكن ما أريد أن أقوله عملية انتخاب رئيس ليس بالأمر السهل على مدار الجلسات الأخيرة بالتأكيد كل النواب تأخروا في هذا الموضوع لكن هذه المرة يبدو أن هناك جدية مبنانية في انتخاب رئيس الجمهورية أنا أريد انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد لكن عملية الإسراع والتسريع في الانتخاب لا تضر من هنا يترك الرئيس برري على مدة شهر للمزيد السيد رادون بعد سنتين وشهرين هذا إسراع يعني إسراع بانتخاب رئيس عفوا كل القوى السياسية زميلة النواب الـ 128 يتحملون مسؤوليات هذا التأخير على الجميع أن يكونوا أمام الامتحان الكبير ولأسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علينا أن نستغل هذه الفرصة والتكون سانحة وليتحمل مجلس النواب مسؤولياته ويقدم على انتخاب رئيس الجمهورية بحسب المتابعة والتصريحات السيد رادون كانت تقريبا كل أفريقاء السياسيين سواء النواب المعارضة سواء نواب التغييريين الأطراف الأخرى كانوا مستعدين لذهب إلى جلسة لانتخاب رئيس ولكن من عطلها بوقتها والتهم بتعطيلها والثنائي هنا كمان الثنائي له حجته ويقدم رأيه المضاد أنا لا أدافع عن الثنائي في هذه النقطة الأمر كله كان يتجي إلى تعطيل النصاب لكن هذه المرة يقول الرئيس نبي بري بالحرف الواحد الكتلة النيابية التي لن تحضر إلى جلسة الانتخاب المقررة عليها أن تتحمل مسؤولياتها يجب مبادلة الرئيس نبي بري بهذا الكلام الطيب وبهذا الأجو الإيجابي أما وضع رقيل ووضع عصي ومن يأتي ومن يترشح هذا الأمر متروك للقوى السياسية لما الأكثر أكثر ثم تسؤال أكمل السؤال حتى أذهب أيضا أستاذ ربي أنا برأيي بدءا من سناء أمل وحزب الله إلى كل الكتل النيابية عليهم إعادة مراجعة في قراءتهم لعملية انتخاب رئيس جمهورية الطائفة المارونية طائفة غنية بالشخصيات والأسماء اللامعة ليس من الصعب التوصل إلى رئيس توافقي يكون محل طموحات الشعب اللبناني لإنقاذ هذه السفينة من الغرق أستاذ ربيع سنتان وشهران وحرب تأتينا أو تأتي بنا إلى التاسع من يناير حتى نتحدث عن انتخاب رئيس وربما مثل معمول أستاذ ردوان توافق فعليا كامل على هذا الرئيس أو هذا الاسم هل هذا اليوم يمكن التماسه من الأجواء السياسية اللبنانية بداية أن كل المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف اطلاق النار الحاصل اليوم كان من ضمنها ومن ضمن بنودها الغير مذكورة هو انتخاب رئيس خلال مدة شهر ليستكمل هذا الاتفاق ونستكمل عملية تطبيق القرارات التي ستنتج عنه والذهاب إلى تشكيل حكومة والنظر في عمليات إعادة الأعمار وكيفية تعاطي مع المجتمع الدولي وكيفية إعطاء الصلاحيات للجنة التي ستشكل ولقوات الطوارئ وقوات حفظ السلام العاملة وعدد توزيع الجيش بالإضافة إلى التعينات الأصيلة وليس التمديدات التي تحصل اليوم مما سمع نعم مشكور رئيس برري أنه يقوم بواجبه بعد سنتين وشهرين وهذه الحرب وهذا شيء جيد الكتل النيابية تتحمل المجتمع اللبناني إذا أردنا أن نحمل سؤالة للجميع ولكن ليس هذا الواقع الواقع أن هناك كان تعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية هناك فراغ طبيعي لأن هؤلاء السياسيين وخاصة دعينا نقول الطبق الفاسد الذي تعودت المحاصصة كانت تريد دوما الذهاب إلى اعتماد الديمقراطية التوافقية إن لم نتفق سويا على اسم يريده الجميع ويحظى بالحد الأدنى من موافقة الجميع فنحن لن نذهب إلى مجلس النواب ونعطل الدستور ونعطل كل شيء ونبقي الوضع على ما هو عليه ربما كان بالإمكان أن نتفادى حتى الحرب ومعركة الإسناد وكل ذلك لو ذهبنا إلى الكثير من اللقاءات التي كان يجب أن نذهب إليها من الاستراتيجية الدفاعية من عدم تعطيل الحكومات وتشكيلها دون أن نضع شرط أن نضع الجيش والشعب والمقاومة الثلاثية الشهيرة لدى الحكومات اللبنانية المتعاقبة من تغتيال الرئيس الحريري وما سوى ذلك بمعنى آخر اليوم لا بد من إعادة دعينا نقول العمل بالدستور وانتخاب الرئيس هو بداية الحل تشكيل الحكومة تطبيق القرارات الدولية إعادة توزيع الجيش استعادة الدولة لمكانتها وهيبتها اليوم وجدنا أبرز درس يجب أن نتعلمه في هذه الحرب التي حصلت هو أنه حين تمت هذه الضربة والمباغة والخرق الأمني الذي كشفه العدو الإسرائيلي لدى حزب الله انهار استطاع الجميع أراد الجميع أن يعتمد على الدولة اللبنانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بمن فيهم حزب الله واكتشفنا أن هذا الفراغ الحاصل في هذه الهشاشة في الدولة اللبنانية جعلت المنظر المأساوي الذي رأيناه جعلت وضع النزوح كما هو عليه واكتشفنا أننا نحن فعلا لا نستطيع إلا أن يكون لدينا عمود فقري هو الدولة اللبنانية وأن هذا الفساد المتعاقب أوصلنا إلى مكان لا نستطيع كنا أن نجد هذه الدولة لكي تقف على أقدامها ولكي نذهب إلى ما وصلنا إليه اليوم بس ليس هناك لا حديث عن مكافحة الفساد ولا حتى عودة الحديث عن سلاح حزب الله ولا حديث عن أي شيء فعليا يؤدي إلى عمود فقري متين وصلب أنا أظن أن بداية الخطوات هي نحن نريد أن نقول استعادة الدولة أو إعادة بناء الدولة الحل هو في هذه الطريقة للأسف وصلنا إلى هذا الطريق بحرب وبطريقة صعبة وبعديد منها الضحايا والشهداء والجرحة والدمار ولكن اليوم من المشتع الدولي لم يعود سازجا ولا حتى الأشقاء العرب لم يعودوا سازجين لكي يبنوا توقعاتهم ومساعداتهم للبنانيين على التأويلات وعلى التذاكي اللبناني دعيني أقول لدى السياسيين لكي نأخذ هذه التبرعات المساعدة لا بد أن يكون هناك شفافية وشفافية لن تطبق إلا من خلال دولة وكما يقول المثل الشهير الكتاب يعرف من عنوانه اليوم إذا أردنا إذا ذهبنا وانتخبنا رئيسا وحكومة جلها من المقاولين سوف يكون نظرة المجتمع الدولي والمساعدات التي ستصل إلى لبنان لكي يعود إلى وضعه الطبيعي لن تكون كما هي بينما إذا ذهبنا إلى انتخاب رئيس يطبق الدستور ويطبق هذه الشرعية اللبنانية وحكومة فعلا هي حكومة اختصاصات وتكنقراط وحكومة قائمة على مبادئ يعني هناك بعض الوزارات والوزراء الذين قاموا بدورهم خلال هذه الأزمة وما سبق لكي لا نعفي أي حكومة لا كان هناك وزراء وأشخصيات قامت بدورها في وزراتها حاولت التصدي للفساد بعضهم نجح جزئيا وبعضهم لم يستطع ذلك نعم صحيح استيس حنى إعادة بناء الدولة كما قال الأستاذ ربيع اليوم فعليا ما الذي يحتاج هذا الأمر يعني هل نحن يمكن اليوم أن نقول انتخاب رئيس تعين حكومة أو تشكيل حكومة حتى لو الاسم متوافق عليه ومقبول من الجميع بالنسبة للرئيس والرئيس الحكومة هذا يكفي لإعادة بناء الدولة اللبنانية أم أن السنوات الماضية أيضا كانت كفيلة بكثير من الفراغات الأخرى أو المشاكل الأخرى كذلك لننظر قليلا إلى الوراء منذ العام 2005 منذ انتفاضة الاستقلال عرف لبنان خمس سنوات شغور رئاسي نعم سبع سنوات فراغ حكومة هذا أمر لم يكن بالصدفة هذا مبرمج تم شغله لأنه يفتت السلطة يجوف المؤسسات يضعف الدولة يضعف البلد يضعف كل شرائح البلد لكنه يفسح المجال أمام البديل أمام دويلة بديلة تغولت على الدولة أوصلتنا إلى حرب دمرت لبنان ينبغي القطع مع هذا العقل المدمر لننظر حولنا الآن ضابط إسرائيلي يحدد لنا متى ننام متى نتحرك متى نهرب من منازلنا متى يجب أن نتناول الطعام أو متى نتنفس ثم لدينا آلية تنفيذية للقرار الدولي 1701 وافق عليها الرئيس بري وأقرها مجلس الوزراء سلمت أمن البلد إلى ضابط أميركي هذه هي إنجازات فريدة لمقاومة فريدة جاءتنا بخطر الاحتلال وجاءتنا بالوصاية الأميركية ينبغي القطع مع هذا العقل ينبغي الذهاب إلى إعادة تكوين السلطة اليوم قبل الغد انتخاب رئيس جمهورية لا ينبغي أن يتأخر الموضوع ليس مشاورات بين كتل النيابية لا تمثل إلا نفسها لا أحد يمثل الشعب اللبناني الآن حاجة البلد إلى رئيس جمهورية شخص طبيعي وليس موزح حصص على الأطراف الرئيس الحصص يكون لمن عينه ولا يكون للدولة اللبنانية والشعب اللبناني هل تمديد لقائد الجيش مثلا اليوم وإضافة المناسب الأمنية استاذ حنى يضع لبنان على هذا الطريق أو هو فعليا يذهب بغير اتجاه تمديد للقائد الجيش مسألة ضرورية كل العبء الآن على كتف الجيش اللبناني لتنفيذ أخطر مرحلة نعم المرحلة التجريبية للأرار ستين يوم لا تتحمل أي خلل بالبنية العسكرية قائد الجيش حافظ على هذه المؤسسة بالممكن المؤسسة التي حرمتها السلطة السياسية الغذاء حرمتها الدواء حرمتها السلاح ما من حكومة أقرت سنت واحد لتسليح الجيش اللبناني ثم البعضهم يقول الجيش ممنوع يتسلح ما أنتو ما حطيتوله ميزانيه ليتسلح ما حطيتوله ميزانيه للأكل اللعب بهذا الموقع بهذا التوقيت مسألة خطيرة كان لابد من أن يكون التمديد ولكن كان لابد من أن يكون هناك دعوة سريعة لانتخاب رأي الجمهورية بدون انتخاب رأي الجمهورية لا يمكن إعادة تكوين السلطة أستاذ ردوان أيضا أستاذ حنة رجع شرح وجهة نظره ولكن أنا أيضا أريد هنا أن أسأل عن تمديد لقائد الجيش وكذلك أيضا للمناصب الأمنية الأخرى فعليا هذا الطرح الذي كان موجود بأوقات سابقة أو الرابط بين قائد الجيش والمناصب الأخرى بموضوع التمديد اليوم هذا انتصار لمن ما حصل بمجلس النواب أولا هو انتصار للمؤسسة العسكرية وللدولة اللبنانية إذا كنا فعلا نريد حضور هذه المؤسسة ولسيما في المهمات التي تنتظرها في تطبيق القرارة 17-01 لو كان شخص غير اسم قائد الجيش على رأس هذه المؤسسة لفعل مجلس النواب الأمر نفسه صحيح هناك ثمة يربط هذا الموضوع بانتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لكن هذا الأمر لن يتحقق حتى الآن لا أحد يحسم أن القائد سيصل أو لا يصل هذا الأمر متروك لمجلس النواب لكن ليس ما بالرد على الأستاذ حنى هو ينتقد هذه الطبقة السياسية وينتقد النواب عليه أن ينتقد الشعب اللبناني أولا الذي اختار هذه الطبقة السياسية أعطي مثلا على ذلك الجمهور الذي اختار حزب القوات اللبنانية أو حزب الله أو حركة أمل أو الحزب التقدم الاشتراكي هذه القواعدية لتتحمل هذه المسؤولية نقول هؤلاء النواب لا يمثلون هؤلاء لا قيمة لا قرار نحن من اخترنا هذه الطبقة السياسية وعلينا نتحمل هذه المسؤولية لكن أنا مع انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت وبغية انتظام عملية المؤسسات لكن بالنسبة إلى هذا الفساد أقول صراحة وليعلم كل المشاهد تحديدا غير اللبناني والعربي حزب الفساد يضم كل طوائف لبنان أعضاء هذه العصابة التي قتلت وقتلت أحلامنا يكفي أن وداع اللبنانيين لم تعد موجودة بمعنى كل هذه الطبقة السياسية يعني إلا ما بعض استثناءات قليلة تتحمل هذه المسؤولية لكن عندما نقول الشعب لماذا يختار نحن في قانون انتخاب أعوج نحن قبائل أفغانية محترامي لأفغانستان ليوجرق أفغانية تحكمنا نحن لا نقدر في لبنان على تغيير رئيس دائرة فكيف الحال بهذا الإصلاح السياسي أنا لا أقول علينا أن نستسلي لكن إذا كنا فعلا نريد بناء دولة حقيقية لنبدأ بقانون انتخاب بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانتظام الحياة السياسية أو على الأقل تطبيق من درجات اتفاق الطائف وإلا نحن كصحفيين ومحللين نكتب ونقول ونقول كأننا نتحدث عن دولة بالمريخ نعم هذا هو خلينا نروح لأستاذ ربيع بهذه النقطة أريد أن أعرف رأيك لأنه فعليا حتى هنا أشير إلا أننا نتقلنا من دعوة للحوار من جانب الرئيس بره بأوقات سابقة كلما كان يتم الحديث عن رئيس للجمهورية إلى الآن تعيين جلسة ودعوة السفراء فعليا كيف يمكن اليوم تأمين مخرج بموضوع بناء الدولة المخرج هو المنطق يعني كما ذكر ضيفك الآن لم يكن الشعب باختيار القانون الانتخابي هذا القانون الذي فصله القيمون على مجلس النواب وكانوا قيمين على موضوع الانتخابات فصلوا قانونا يأتي بهذه الطبقة التي تضمن استمراريتهم اليوم بداية انتخاب الرئيس الطرح اليوم هو أن هناك عدة أسماء مطروحة قد يكون اسم قائد الجيش أبرزها ولكن في القراءة السياسية اللبنانية حظوظ قائد الجيش بدأت ثلاشة منذ بداية الحرب بسبب معارضة بعض الأحزاب السلطة وكلام عن موضوع الدور الذي لعبه الجيش أثناء هذه المعارك وما سوى ذلك الأسماء المطروحة هناك العديد من الأسماء هناك 7 أو 8 أسماء معلوماتنا الآن تقول أن الاسم الذي سيحظى بإجماع أو سوف يأتي في التاسع من بداية العام المقبل سيكون اسم من خارج الأسماء المطروحة على الطاولة والتي تم تداولها على مدار السنتين الماضياتين هذه أولا بناء الدولة اليوم ليست المشكلة كانت أن الهيمنة هو بسبب إقفال هنا أو هنا هي طبقة كاملة سلسلة مترابطة أمعنت في هدم الدولة لصالح الدويلة وليست الدويلة هنا نعني بها فقط دويلة حزب الله الكثير دويلة حزب الله هي الشماعة التي علق عليها الكثير فساده فكل حليف لهذا الحزب فوق الطاولة وتحت الطاولة ونشدد على تحت الطاولة كان شريك في هدم الدولة حتى حين أتى اليوم الذي أردنا أن نجد فيها دولة كأبناء هذا الوطن لم نجدها الكل استفاد من هذه المحاصصة القائمة الكل كان له سهم في هذه المقاولات المتعددة في الجمهورية لا يمكننا أن نعفي أحدا اليوم ولا نستطيع أن نحاسب كلهم ما زالوا موجودين لا نستطيع أن نحاسب عليك أن تبدأ الإصلاح مما كان اليوم أمامنا فرصة أجبرنا عليها هي انتخاب رئيس الجمهورية ووفر رئيس بري بالوعد الذي قطعه أثناء المفاوضات ودع إلى جلسة خلال شهر يأتي بعدها مرحلة المماطلة المعتادة التي سنماطلها في موضوع الحكومة ولكن هذه المرة سوف يتم الضغط علينا كيلان مماطل نعود انتخاب الحكومة ومحاصصة الوزارات بحسب الكتل النيابية والأحزاب القائمة نعود بعدها إلى موضوع إعادة الإعمار والتعاطي مع الوقاع اللبناني بناء الدولة كيفية صرف المساعدات وما سوى ذلك هنا يأتي دور المحاسبة لا أقول علينا أن نصبر حتى عام 26 وانتظار الانتخابات النيابية لنصلح قانون الانتخابات ونجعل الشعب يذهب ويختار الشعب الواقع في عوز والشعب الذي أصبح مرتبطا بالانتخابات بحصة غذائية من هنا ومساعدة من هناك وتوظيف في دولة من هنا وواسطة من هناك لا يمكنه أن يختار بحرية لدينا نواب صعدوا ببضعة عشرات من الأصوات لدينا نواب عن مناطق معينة فيها أكثر من مليون ناخب دعيني أقول موثلوا بثلاثة ألاف أو أربعة ألاف صوت هذا القانون الأعوج الذي تم ذكره المسؤولية الأولى والأخيرة تقع عليه على الاتفاقية التي نسجت تحالف هذه الأحزاب الفاسدة من كل الطرفين في تلك الفترة من الزمن وأوصلتنا إلى هذا القانون يعني مش الحق على الشعب مثل ما أقول الأستاذ ردوان الشعب مجبر على أن يقوم الانتخاب بهذه الطريقة شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في الستوديو البحث السياسي ربيع دندشلي أشكر ضيفينا من بيروت الكاتب الصحفي حنة صالح وأيضا الكاتب السياسي ردوان عقيل شكرا لكم شكرا لكم